ورد في حكم مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قوله تعرف حماقة الرجل في ثلاث في كلامه فيما لا يعنيه وجوابه عما لا يسأل عنه وتهوره في الأمور ثلاث صفات تعرف بها الأحمق وما أكثر الحمقى بناء على هذه الصفات فإنها فاشية في مجتمعاتنا مع الأسف الصفة الأولى أن تتكلم فيما لا يعنيك لا من قريب ولا بعيد أنت هنا والعياذ بالله تكون من الحمقى بناء على ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام عود لسانك أن لا تتكلم فيما لا يعنيك العلامة الثانية أن تجيب عما لا تسأل عنه تكون فضوليا متطفلا وكثير من الناس يفعلون هذا أيضا بل بعضهم مبتلى بأنه كأنه يشخص نفسه أعلم العلماء فيجيب عن كل مسألة في الدين وفي غير الدين بعضهم تجده حتى يجيب في الطب مثلا هكذا له جواب عن كل سؤال كأنه يجد من المعابة أن يقول لا أدري فكيف إذا لم يسأل أصلا لماذا تتدخل وتجيب إن فعلت لكنت والعياذ بالله من هؤلاء الحمقى أيضا هذه العلامة الثانية وأما العلامة الثالثة وهي محط بحثنا في هذه الليلة فهي التهور يقول أمير المؤمنين عليه السلام وتهوره في الأمور تعرف حماقة الرجل في ثلاث احفظوها هذه في كلامه فيما لا يعنيه وجوابه عما لا يسأل عنه وتهوره في الأمور ما هو تعريف التهور التهور هو اقتحام الشيء بقلة مبالاة الوقوع في الشيء بقلة مبالاة وانتبهوا لست أقول بلا مبالاة بقلة مبالاة يعني الإنسان لا يحسب العواقب جيدا لا يبالي جيدا إذا ما كان قليل المبالات واقتحم شيئا أو وقع فيه فهذا أحمق على مقياس مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثير من الناس يخلطون ما بين الشجاعة والتهور فيتصورون التهور شجاعة وهذا ملموس محسوس حتى في حياتنا المعاصرة تجد بعض الحمقى مثلا يصفون الطاغية صدام بأنه كان شجاعا لماذا وصفتموه بالشجاعة تجد بعضهم يجيب يقول لأنه كان يقتحم في المعارك ولا يبالي من حرب إلى حرب لا يبالي بالعواقب لا يحسب الحسابات فهذا والله رجل شجاع كان طاغي بس كان شجاعا هذه ليست بشجاعة هذا تهور ما معنى أن تزج بلدك وشعبك في حروب متوالية لم تأتي إلا بالأسى والبؤس على هذا البلد والشعب تقارع قوى عظمى مثلا أهذه هي الشجاعة وإلى أين أوصلت البلد هذه الشجاعة إلى منتهى البؤس والدمار والذي لا يزال إلى اليوم يدفع ثمنه هذه ليست بشجاعة بعضهم كذلك يصف عبد الناصر مثلا بالشجاعة وهكذا بسبب اختلال الموازين عند الناس يحسبون التهور شجاعة عمرها ما كانت الشجاعة معناها التهور الشجاعة المخاطرة صحيح الاقتحام صحيح المواجهة صحيح ولكن بمنتهى المبالات لا بقلة المبالات ترجمة نانسي قنقر